اشتركوا في القناة ورجعنا قعدوا في دياركم يجب ان تجلسوا في منازلكم انه امر هام ان شاء الله خير رحم الله الاشخاص الذين ماتوا واشف الله المصابين واضح اللاعب الدولي الفرنسي بن يامين مندي زميل قائد المنتخب الوطن الجزائري رياض محرز في فريق منشستر سيتي الانجليزي حقيقة اثاباته بفيروس كورونا من عدمها وقال بن يامين مندي عبر موقع التواصل الافتماع انستجرام الاحد لقد اثبت الفحص الطب بتعرضي لفيروس كورونا والامر ذاته لاحد اقاربي يجب علينا جماعا ان نتحمل المسؤولية اذا تعرضنا للاصابة بهذا الفيروس ولذا ينبغي الحذر منه بشدة وكان بن يامين مندي قد خضع للحجر الصحي بفرنسا الساب بعد ظهور اعراض الاصاب بفيروس كورونا على احد اقاربه اهلا بكم فقرة شرب وفي الحلقة ده تكون العنوين كالتالي من بينهم الجزائر الرياض محرز نجوم الدور الانجليزي يخرقون الحجر الصحي ويذهبون للملاهي الليلية تعرف على حقيقة اصابة زميل محرز بفيروس كورونا محرز ينجو من شبه كورونا لهذا السبب محرز يوجه رسالة للجزائرين تتعلق بكورونا وقبل ما نبدأ عاوزين نوصل الفيديو للتسع تلاف لايك معقول مش هنلاهي تسع تلاف شخص بيحب رياض محرز لو بتحب رياض محرز ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو وقبل ما نبدأ لو لسا تجيد في القناة ما تنساش دعم السرس كلايب واتفعل الجرس علشان توصل لغ فيديوهاتنا اول باول ما هي حقيقة اصابة رياض محرز بفيروس كورونا تنفس الدولة الجزائر رياض محرز السعوداء وبقي الزملاء في الستي بعد ما تأكد عدم اصابة صريقه بن جميل من دي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكان الجميع داخل صفوف الاسكاي بلوز متخوفين من وضع الزاهر الايصر بعد اجتباع اصابة احد اقاربه بالوباء المنتشر كوفيد 19 ووضع المدافع في حجة صحي ثلاث الايام الماضية لمدة 14 يوم اللي تأتي الفحوصات مطمئنة للجميع واعتبر من جميل من دي صريق المقرب للنجم الجزائر الدولة رياض محرز وهو ما جعل الكثير من الشائعات تنتشر في الفترة الاخيرة بخصوص امكانية انتقال العدوى للنجم الجزائر رياض محرز واكد ان مدير الفن الفريق الستار سيتي براندر روتجرز ظهور اعراض الاصابة في فيروس كورونا القاتل بين سلاسة من لعبيه هذا ولم تكشف التقارير الاعلامية البريطانية عن اسمان لعبين المصابين في فريق الستار سيتي الذي سبق وانقضوا لعبنا الدولة الجزائرية رياض محرز اللي تحقيق لقب البريميرليك سنة 2015 وقال براندر روتجرز في المؤتمر لدان عدق قليل من اللعبين الذين ظهرت عليهم اعراض فيروس كورونا ولقد اتبعنا الاجراءات اللازمة وكاجراء وقائة مع عزلهم وبعدهم عن الفريق تستعد العديد من الاندياق قبرى في العالم للدخول في صراع التعاقد مع النجم المصر محمد صلاح لعب ليفربول للانجليزي بعدما فجرت احد التقارير الصحفية الاسبانية مفاجأة من العيار التقيل باقتراب رحيل نجم روما وفورنتينا الايطاليين السابق عن بطل اوروبا في نهاية الموسم الكرو الجاري موسم 2019-2020 وخط تجربة احترافية جديدة في مسيراته الحافلة بالالقاب والانجازات والارقام القياسية وتختلف الوجهات المحتملة للنجم المصر محمد صلاح حرحيله عن سقوف ليفربول بنهاية الموسم الحالي بحسب ما كشف موقع دنبلون الاسباني على الرغم من ارتباط معداز بعقد يمتد حتى في 2023 ببين قد بقرى الاسبانيريا المديدو برشلونة والدور الفرنسي وتحديدا دي باريس سان جرمان الفرنسي ويرغب محمد صلاح في خط تجربة احترافية جديدة بالدور الاسباني حيث كشف العديد من المقربين للنجم المصر محمد صلاح عن رغبته في الانتقال الى ريال مردين الذي يقوده المدارب الفرنسي زين الدين زيدان كما اوضح التقارير الصحفيه اسبانيه في وقت سابق ان الملكي يجهز عرض ضخما لتدعم صفوفه بمحمد صلاح فالمقابل يسعى برشلونة للدخول في المنافس على ضم الفرغون المصري لكنها انتظرت التخلص من الثناء عثمان ديمبلي وفليب بوكوتينيو المعرق الى صفوف بارميونيخ الالماني من اجل الاستفادة من القيمة المالية لصفقة محمد صلاح التقارير الانجليزية في وقت سابق اكدت رغبة الالماني رجل كلوب المدير الفني الفريق ليفربول في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي لعب برشلونة في الفترة المقبلة وهما قد يساهل مهمة انضمام محمد صلاح لصفوف برشلونة وكشفت صحيفة ديلاستار الانجليزية في وقت سابق عن تزايد حصوص نادي ليفربول في ضم ديمبلي من برشلونة وذلك بعدما اصبحت ادارة البرثة اكثر مرونة في الاستغناء عن اللاعب الفرنسي بسبب الاصابات المتكررة وتراجع مستوام على الفريق لتصبح مستعدة للموافقة على اي عرض بقيمة 100 مليون يورو لرحيل اللاعب صاحب الـ 22 عام كشفت التقارير الصحفية الاسبانية ان الفرعون المصري محمد صلاح الجناح ليفربول الانجليزي هي اقترب من الرحيل عن الادزناية المسلم الجاري وانه يمتلك عروضا من اكبر الاندية في العالم على رغم من ان اتعاقده مع النادي الانجليزي ممتدة حتى صيف 2023 وقالت شبكة دومبلون الاسبانية ان المقربين من النجم المصري محمد صلاح الكاريون يمتلك عرضا ضخما من اندية عديدة في اوروبا وان الانتقال ليزال محل دراسة وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على وولفر هامتون مساء اول امس الخميس على ملعب مولينو في الجيلة الـ 24 من الدور الانجليز الممتاز لبريمير ليج بعد 2000 مقابل هدف ليرتفع رصيد الرزل 67 نقطة في المركز الاول بفرق 16 نقطة عم منافسه منشستر سيتي ولديها مباراة مؤجلة بينما تراجع وولفر هامتون للمركز السابع برصيد 34 نقطة وكانت مواجهة الدور الاول بين الفريقين قد انتهى بفوز لفربول بعده في السنغال الساديو ماني والخبر اللي بعد كده ماني يكشف مزاقال لهم حمى الصلاح بعد التاتويج بجائزة افضل لعب في افريقيا كشف الدول السنغالي ساديو مانج ناح فريق ليفربول الانجليزي مدار بينه بالنجم ومنتخبنا الوطني محمى الصلاح بعد فوز اسد الترنجة بجائزة افضل لعب في افريقيا العام 2019 الاتحاد الافريقي القرط قدم كان قد نزم حفلا لجائز الافضل في 2019 7 يناير الماضي في مصر البدينة الغرداء ولم يحضر المصر محمى الصلاح وفي تصريح مقترب نشارات صحيفة ميرور البريطانية كشف مانيكا وليس مضار بينه بين محمى الصلاح وقال اللي قد قال لي مو مبروك يا صديقي انت تستحق الجائزة بالتأكيد واكمل ماني مازحا قلت له نعم انا اعرف ذلك وتوج مانيب الجائزة بعد بنفسها مع المصر محمى الصلاح والجزيرة رياض محرز جنح منشستر سيتي حيث حصل القرى الذهبية الافريقية بعد ما توجب ثلاث ألقاب رفقة ليفربول وهي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبا وكأس العالم للأنباية كما توجه الدفل للدوري الإنجليزي العام الماضي رفقة محمى الصلاح وابير إيريك أوباميانج معاجم أرسنال والخبرة لبعد كده بالفيديو متحف الشامع في لندن يبدأ صناعة تمثال لمحمى الصلاح بدأ متحف الشامع في لندن بصناعة تمثال خاص للنجم المصر الدولي محمى الصلاح هدى في ليفربول الإنجليزي ونشر صلاح فيديو لعب الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيقول فيه ساحصل على التمثال الخاص به هذا العام وأوضح الفيديو عملية التجهيز الوضع مجسم محمى الصلاح بالمتحف وقام المسؤولون بالحصول على القياسات الخاصة بالنجم المصري المتحف شامع مدام توسو يعد من أشهر متاحف الشامع في العالم يوجد مقر الرئيس في لندن ولو فروح في دول أخرى وسمي هذا المتحف نسبة إلى توسو مؤسسته واحتوى على تمثيل الشخصيات العالمية البرزة في جميع المجالات وقت منه يوم الرياضة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي الدون كريستيان روندو السناء الأفضل في العالم أكد مدربه الفرهامتون نونس باريتو سانتو على صعوبة مواجهة اليوم أمام ليفربول وأكمل نونس باريتو سانتو فريق ليفربول ومفريق متكامل حرفيا لديهم العديد من اللاعبين الجيدين مثل محمى صلاح وروبيرتو فرميني وساديوماني على الجانب الأخر نتحدث عن فندايك وأليسون يمتلكون لعب كبير بحجم محمى الصلاح أعتقد أنه من ضمن الأفضل في العالم في الفترة الحالية ولا خلاف على ذلك ومفريق مليء بالنجوم يمتلكون نجوم في كل مركز وهذا شيء جايج جدا على عكسنا تماما نمتلك لعبين رائعين جدا وقدمون أداء عالي للغاية وبزلوم مفوصعهم من أجل تحقيق الانتصارات ولكن ليسوا بنفس جود الفريق ليفربول هناك العديد من الفارق بين الفريقين فارق مليا وبدانية ونفسية وعلق لعب وسط الفريق الأول لقرط قدم السابق بنادي إنترميلان بينو كويه على أداء النيرات زوري في الفترة الأخيرة وتراجع نتائجه بعدما كان يحتل صدر الترتيب الدوري الإيطالي وتعادل إنترميلان في آخر مباراتين له في بطولة الدوري أمام أتلان توليتشي وترجع للمركز الثاني بفرق أربع نقاط عن يغنتوس المتصدر بعد مرور عشرين جولة من المسابقة المحلية وتحدث كويه على الأمر التصريحات لشبكة فيلسنترال الإيطالية وقال لأعتقد أن الفريق يمر بأزمة بسبب النتائج الأخيرة من تنبيلا يقدم مستوى جيد للعاية ولديه أسلوب منظم على أرض الملعب وهناك لعبين أخرين سينضمونه سيزودون من قواته بالمستقبل وتابع لن يكون أداء إنتر جيدا أمام ليتشي في المباراة الأخيرة لكن ما زالت هناك إمكانية للحق بيوفينتوس بفضل رابط المدرب الفني أنتونيو كونتي الذي يحاول نقلها دائما للعبيد وأضاف لاستقلقا بشأن اللقافة في المستوى لأن لقب الدوري يحصن في شهر مايو المقبل وانتقل قويه للحديث عن الثنائي الهجومي اللي تارو مارتينيز وروميلو لقاقو وقال هما يفعلان شيئا مضيهم في الملعب لا أعتقد أن هناك ثنائية متجنسة في الدور الإطالي أكثر منهما فرايهم مثل محمى صلاح حسيد يوماني في فربول واختتم تصرحاته عن مواطن الأوليفي جيرو لعب تشيلسي الذي هتم بضم أنتر ميلا أعتقد أن جيرو لعبا بديلا مهما لأي فريق ولكنه دائما نسجل الأهداف ولا نايم معرفة مسبقة بأسلوب كونتي وسيكون دعما قويا للفريق على مقاعد البدلاء مع عليكسي السانشيز إذا تمت الصفقة وعبر لعب لفربول السابق دونه تشينسون عن رايف مستوى المواجم الحالي محمى الصلاح بعد هدفه في مرمى منشستر رونايتر ببطولة الدورة الإنجليز الممتاز لبريمير ليج ونجاح محمى صلاح في فك عودته أمام منشستر رونايتر بتسجيل هدف راع في شباك الشائطين الحمر وهي المباراة التي فاز بها لفربول بهدفين نظيفين اللا حد الماضي على ملعب عنفل وتصدر احتفال مهاجم منتخب مصر المفاجئ عنوين الصحافة الإنجليزية في اليوم التالي من المباراة ولكن هدف شينسون كان لعب رأي مخالف قليلا هو انتقد أداء محمى صلاح في حوره مع شبكة ESPN العالمية وفسر دون رأيه وقال ودلوقتي جاء معاد سؤال للحلقة وهل محمى صلاح بإمكانه أنه يتوق بجهزة الجلدنبوك هدف للدورة الإنجليزي واللي لو فاز بها يفوز بال المرة الثالثة على التالي في تاريخه اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وشير والناس اللي أول مرة تشوفنا عملوا سبس كراب وفعلوا الجرس علشان وصلكم فيديوهاتنا أول بأول وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي